بيتكلم فيلم النهاردة عن الطفل كيفن اللي بيشتكل مامته لأنه مش عارف يتفرج على التلفزيون بسبب عمه وأولاده وبيلاقي كيفن مامته مشغولة بالتلفون وبتحضر شنطتها للسفر لفرنسا علشان يقضوا فيها أعياد راس السنة وبتقوله أنه طالما عمه رفض يخليه يتفرج على فيلم يبقى الفيلم ده مش مناسب للأطفال اللي في سنه فبيروح كيفن يشتكل والده اللي بيخراجه برا القوضة وبتطلب عمه كيفن منه يحضر شنطته فبيدخل رجل شرطة يسأل على أي حد كبير في البيت لكن بيقابل أطفال كتير مشغولين ومش بيهتموا بكلامه وبيسيبواه وبيمشوا بيطلب كيفن مساعدة ولاد عمه في تحضير الشنطة بتاعته اللي أول مرة يعملها في حياته لكن ولاد عمه بيتريقوا عليه وبيوصفوا بالعجز وبيتدايق كيفن وبيقول أنه هو منزعج من وجود كل الناس دي في بيتهم عايز يتجوز ويعيش لوحده لما يجبر ومبع السكن اللي كان عايش فيه ودلوقتي هو عايش هنا في الحي بتاعهم يستخب من الحكومة والموضوع مسألة وقت علشان يقرر اللي عمله مرة تانية وبينبهر كيفن بالكلام اللي بيسمعه منبز خصوصا لما بيقول أن الراجل محتفظ بضحاياه في الصندوق اللي مليان ملح اللي بيرشه على التلجي في الطرق لأن الملح بيحول الجسس لموميوات وبيوصل عامل التوصيل بطلبات بيتزا كتير وبيفتح له زابط الشرطة وبيطلب العامل الحساب بينزل عام كيفن ياخد البيتزا وبيقوله أنه ده بيت أخوه وهو اللي هتولى الحساب وبينزل والد كيفن يقابل عامل التوصيل وزابط الشرطة اللي بيقوله أنه جاء علشان يطمن أنهم واخدين احتياطاتهم قبل أعياد الميلاد لأن الوقت ده من السنة بتزيد في السرقة فبيطمنوا والد كيفن أن بيتهم متحصن كويس ضد السر وبيدخل كيفن قضة السفرة وبيحاول ياخد حتة من الأكل اللي كل العلم تجمع عليه وبيسأل عن البيتزا اللي بتجيبنا بتاعته فبيقوله بز أنه أكلها فبيتضيق كيفن وبيزقه وبيوقع اللبن والعصير وبتزعق مامة كيفن لأنه قل أدبه وبيقوله عامه أنه ولد مش مهزة بتاخده مامته القط وبتحبسه فيها وبيقول لها كيفن أنه ما بيحبش العائلات وأنه عايز يعيش لوحده فبيتقوله مامته أنه لو صح الصبح وملقاش حد من عيلته حواليها يزعل جدا وبالليل بيحصل ماس كهرباء بسبب عصفة وبتقطع الكهرباء عن بيت كيفن والمنبه ما بيرنش وبيفضلوا نايمين وبيصحوا متأخر عن معادة الطيارة فبيجروا بسرعة يجهزوا ويطلعوا على العربية وبيفتكروا أن ابن الجران هو كيفن فبيعدوا وسط الأطفال وبيطلبوا منهم يركبوا العربيات علشان يروحوا المطار تجري عائلة كيفن وسط الناس علشان تلحق الطيارة وبيصحى كيفن من أنهم ما بيلاقيش حد من أهله في البيت وبيفضل يدور عليهم في كل مكان بس بيلاقي البيت كله فاضي وبيفتكر أن أهله عاملين في مقلب مستخبيين هنا أو هنا وبيجري يتأكد من وجود عربياتهم في الجراج فبيلاقيها بالفعل موجودة فبيقولوا أنهم أكيد ما رحوش المطار طالما العربيات ما تحركتش من مكانها وبيعد كيفن يفتكر كل كلام أهله السلبي وبيفرح بعدها باختفاقهم وبيفضل يتنطط في كل مكان في البيت وبيروح يفتح صندوق الحلويات وياكل منه وبيفتش في دولاب باز وبيلعب بالألعاب بتاعته وبيشغل شريط فيديو وبيعد يتفرج عليه وهو بيأكل آيس كريم وبيحاول كيفن أنه يعمل كل حاجة غلط علشان يرجع أهله ويوقفوه لكن ما بيظهروش داي مكان متخي وبتبدأ تحس مامة كيفن على الطيرا أنهم نسيوا حاجة ومش عارفة إيه هي طب تفضل تراجع كل حاجة مع جزها اللي بيحاول يطمنها ويقول لها أنها ألقانة علشان خرجوا مستعجلين لكن الأم بتفتكر أخيرا أنهم نسيوا ابنهم كيفن في البيت بيحاول كل اللي في الطيرا يهديها لكن الأم بتحس بالزنب لأنها نسيت ابنها في الوقت ده بيظهر اتنين حرامية ركبين عربي وبيبصوا على البيوت اللي في الحي اللي ساكن فيه كيفن وبيقرروا يسرقوا بيته هو بالزيت ساعتها كان كيفن نايم قدام التلفزيون ومشغل كارتون وبيصحى فجأة لما بيسمع صوت الحرامية وهم نزلين من عربيتهم وبيشوف خيالهم من وراء الشباك وبيسمعهم بيقولوا أنهم هيدخلوا البيت من البدروم فبينور كيفن البيت كله ولما بيشوف الحرامية البدروم بينور مرة واحدة بيتخيلوا أن أهل البيت ليستموجودين فبيقرروا يهربوا بسرعة وبتوصل الطيارة بأهل كيفن لمطار باريس وبيحاولوا ياخدوا التلفون من واحدة في المطار عشان يكلموا الشرطة يروحوا للبيت لأن تلفون البيت عطلان بسبب العاصف لكن اسم الشرطة بيحولهم لإسم الأزمات العائلية اللي بيفضل يسألها عن حاجات ما لهاش علاقة بمشكلتها أما كيفن في الوقت ده كان بيحاول يبني أنه مش خايف ويقرر يخرج بره البيت ويواجه الحرامية بس بيشوف قدامه جاره العجوز فبيتراعب ويرجع البيت وهو بيصوت وبيستخبى تحت البطنية وبيسمع كيفن خبط على الباب وبيعرفش أنه ده من اسم البوليس اللي بيقول لزميلته أنه محدش موجود في البيت وما فيش أي إنذار بالخطر أما في مطار باريس فكان الأب بيتجدل مع موظفة المطار علشان يلاقي تذاكر رجوع لأمريكا لكن بيلاقي كل التذاكر محجوزة وبتقول لمراته أنه الشرطة هتبعد حد يتطمن على ابنهم ويتقرر الأم إنها ما تسيبش المطار لحد ما تركب طيارة وترجع لابنها وتعرض عليها موظفة المطار تحطها على قايمة الانتظار في حل لغى أي حد رحلته وقدر هي ساعتها تاخد مكانه وبتوافق الأم على اقتراحه وبتعرض في المطار لوحدها أما الباقي فبيروح لعم كيفين اللي عايش في باريس علشان يعودوا عنه أما كيفين فبيقرر ياخد دش ويستخدم حاجة والده وبعدها بيطلع على المكتبة بتاعت أخوه وبيقع بيها وبتتكسر وبيلاقي فلوس باز قدامه فبياخدها وبيخرج عشان يشتري بيها فرشة سنين وبيسأل البيعة إذا كانت الفرشة اللي اختارها واخد موافقة منظمة الصحة الأمريكية فبيتقوله إنه مش مكتوب عليها حاجة فجأة بيشوف كيفين جرهم العجوز فبيترعب منه وبيخرج بسرعة قبل ما بيدفع ثمن الفرشة وبتنده صاحبة المكان على والد اسمه جيمي علشان يروحوا ورا كيفين اللي افتكرته حرامي وبيجر الظابط ورا كيفين اللي بينجح في الهروب منه وبيخرج الحرامية من بيت الجرام بعد ما بيسرقوه وبيسيب واحد فيهم حنفية المطبخ مفتوحة فلما بيسألوا صديقه بيعمل كده ليه بيقوله إن ده بمثابة توقيع ليهم إن كل الحرامية الكبار لازم يسيبوا حاجة كتوقيع منهم يميزهم وبيشوف كيفين الحرامية في العربية اللي كانوا هيخبطوه بيها وبيقفوا على آخر لحظة وبيفضلوا يمشوا وراه علشان يشوفوها يدخل أنهي بيت كيفين بياخد باله وبيجري منهم وبيستخبى وسط التمثيل اللي قدام الكنيسة وبعد ما بيمشوا بيخرج مرة تانية وبيروح البيت وبالليل بيرجع الحرامية علشان يسرقوا البيت لكن بيشوفوا ضل ناس بطور قصوصوت مزيكة عالية خارج منه وبيفتكروا إن أهل كيفين رجعوا من السفر بس في الحقيقة كيفين كان جايب تماثيل وبيحركها علشان يخدعهم وبينجح كيفين إنه يبعدهم عن البيت بعد ما اقتنعوا إنه فعلاً في حفلة وناس موجودين أما في باريس فكان والد كيفين بيحاول يلاقي أي حد يطمنه على ابنه إن كل الناس ما كانتش موجودة بسبب أجازات الكريسمس وبالنسبة لإخوات كيفين فكان بازم التطم إن كيفين مش في خاطر لأنه دايماً محظول ده غير إن شارع بيتهم هادي ومستحيل يحصل حاجة فيه وبيستخدم كيفين زكاءه لما بيطلق ببيتزا بيجي عامل التوصيل يدهاله بيشغل جزء من فيلم بيسيب البطل يتكلم بدهاله لشان عامل التوصيل يتخيل إنه في ناس كبيرة في البيت ويقدر يستلم البيتزا وكان نوع من الدعبة من كيفين بيجري عامل التوصيل بسرعة بعدها بيصدق إن اللي في البيت هيقتله بالرصات وبيسمع صوت الطلاقات اللي طالعة من التليفزيون ويفتكرها حقيقة وفي مطار باريس بتتوصل والدة كيفين اللي ستة عجوزة وجوزها علشان يبدله معها تسكرة التيرون وتسافر على أمريكا بدالهم وفي البيت بيمسك كيفين صورة أهله وبيعتزر لهم على اللي قاله في حقهم ويوعدهم إنه مش هيقول كده تاني بس هما يرجعوا وبيطفل نوره بينام وتاني يوم الصبح بياخد دشه بيغني قدام المراية وبيلبسه بيروح السوبر ماركت يشتري حاجات للبيت استغرب البيعة من الموقف لأنه هو طفل فلما بتسأله عن أهله بيقول لها إنه مام طفل عربية ما والده في الشغل وهو واحد من غير أخوات بيرضاش يقول لها على عنوان بيتهم لأنها شخص غريب وفي البيت بيشغل كيفين الغسالة وبيطلع الهدوم اللي نشفت في الوقت اللي كان الحرامية بيرقبه في البيت وما استغربين من الهدوء اللي فيه على العكس من بالليل وبيقرر واحد منهم يدخل البيت وبيشوفوا كيفين من العتبة وبيشغل الفيلم في التلفزيون علشان ياخدعوا زي ما خدع عامل التوصيل ويجري الحرامي على العربية بعد ما كيفين حط ألعاب نارية في الحلة ويخدعوا وافتكر إنه دار صاص حقيق لكن زمية الحرامي بيرفضوا إنه هما يمشوا وبيقرر يعودوا يشوفوا مين اللي كان جوه البيت وحاول يسرقوا غيرهم وبتوصل مامة كيفين لأولاية دلس الأمريكية وبتحاول تحجز تذكرة لشيكاجو لكن الموظف بيقول لها نتذكر كلها محجوزة فبتتعصب عليه وبتحاول تفاهمه موقفه فبيستأذن واحد من المسافرين يعود يتكلم معها على انفراد وبيعرض عليها يوصلها مع فرقته في طريقهم بعد معارف أزمتها وبتشكره الأم وبتوافق على عرضه فوره تاني يوم الصبح بيشوف الحرمية كيفين وهو بيقطع شجرة عيد الميلاد وداخل بها البيت وبيعرفوا انه تم خداعهم من طفله صغير ووقت ما كان كيفين بيزين الشجرة بيشوف خيال الحرام في الزينة وبيندهى على بابا علشان يوهمهم ان في حد معاه كان المراد بيفهم الحرمية انه هو الواحد وبيسمع كيفين الحرمية وهما بيتفقوا انهم هيرجعوا الساعة تسعة بالليل لما الدنيا تبقى ظلمة علشان يسرقوا البيت وبيروح كيفين للشخص اللي بيلعب دور سانتا كلوس في الأعيان وبيطلب منه يرجع له عيلته تاني لأنه مفتقدهم وفي طريقه للبيت بيشوف كيفين الناس وهي متجمعة في بيوتها مع عائلتها وبيزعله بيحس بالوحدة وبيروح الكنيسة وبيسمع تراتيل عيد الميلاد وبيشوف جرهم العجوز فبيخاف كالعادة لكن الراجل بيقرب منه وبيعيد عليه وبيقعد جنبه يقوله ان البنت اللي مع الكرال دي تبقى حافظه وبيطلب الراجل العجوز من كيفين لو شافه في أي وقت يسلم عليه وما يخافش وبيقوله انه عارف ان فيه إشاعات كتير بتطلع عليه لكن بيأكد له انها كذب وبيعترف كيفين للراجل انه كان ولد شاقي وما كانش بيحب عيلت وعمل لهم مشاكل كتير لكن دلوقت ندم وعرف غلطته وهيحاول يبقى أحسن انه عارف قيمة وجود العيلة في حياته فبيقوله الراجل ان تطبيعي تحصل مشاكل بين العيلة وبعضها لكن هيفضل يحبهم ويحبوه وبيحكي له انه تخنق مع ابنه من سنين وقال له في لحظة غضب انه مش عايز يشوفه تاني أبدا ومن وقتها ما بيتكلموش وخايف يتصل بيه فبيقوله كيفين انه كبير على انه يخاف ومع ذلك حكاله انه كان بيخاف من بدرون بيته لحد ما في يوم قرر يفتح النور ينزل يعمل الغسية وما حسش بعدها بالخوف من المكان وهو كمان لازم يعمل كده ويكلم ابنه وما يخافش من رضية فعله لان ما فيش اي ابن هيرفض يكلم والده خصوصا فترة الاعياد وبيشكر الراجل العجوز كيفين على النصيحة وبيسلم عليه وبيخرج كيفين من الكنيسة وبيروح البيت وبيقرر يعمل خطة يواجه بيها الحرمية اللي هيجوا يسرقوه ويبدأ يعمل مقالب مختلفة ويوزعها في كل البيت ويستعد لاستقبالهم وبيوصل الحرمية الساعة تسعف معادهم بالظبط ساعتها بيكون كيفين قاعد بيأكل على الصفرة وبيسمع الساعة بالدق ويصوب على رجل واحد فيهم ويتزحلق التالي من على السلم وبيقع على الارض ولما بيحاول الحرم يفتح الباب بالقوة بيستغرب لما بيلاقي الباب يتفتح بسهولة وبيدخل البدروم وبيفتح النور تقع المكوى على وشه ولما بيحاول يطلع على السلم بيدوس على مصمار حطه لكيفين عما الحرمية التاني ايده بتتحرق لما بيمسك مقبض الباب وبيفضل يصوت وبيحطه ايده في التلب ولما بيدخل البيت مرة تانية شعره بيتحرق علشان كيفين سلط عليه نار فبيخرج مرة تانية بسرعة يحط رأسه في التلب ويرجع متدايق للبيت ويزعق لكيفين اللي بيحضر له مقلب جديد لما بيدخل عليه القوضة وبيطلب كيفين من الحرمية هما الاتنين يستسلموا وإلا هيعمل فيهم مقالب أكتر لكن الحرمية بيرفضوا الاستسلام فبيقرر يكمل خطته بيتصل بالطوارق وبيبلغهم ان بيته بيتسرق بعد ما بيغير نبرة صوته وبيتخنوا علشان يبان كأنه صوت حد كبير وبياخد العنكبوت بتاع أخوه بص وبيحطوا على وش الحرامي اللي بيحاول يقتل العنكبوت بعد ما كان خايف منه لكن بيدرب صاحبه بالغلط وبيهرب العنكبوت وبيدخل كيفين قطه وبيطلع من الشباك ويروح لبيت الشجرة بتاعه عن طريق حبل موصول بين الاتنين بيندهع الحرمية اللي بيقرروا يروحوا وراه وبيمسكوا في الحبل اللي بيقطعوا كيفين وبيخبطوا في الحيطة وبيقعوا على الأرض وبينزل كيفين بسرعة وبيجري في الشارع لحد ما بيوصل لبيت الجيران اللي سرقوا الحرامية في الأول وبيلاقي غرقان مية لما بيفتح الباب بيلاقيهم قدامه فجأة وبيمسكوا يعلقوا في الباب ومرة واحدة بيظهر الرجل العجوز وبينقذ كيفين وبيضرب الحرامية على رأسهم وبيغم عليهم وبيوصل البوليس وبيرجع كيفين بيت وبيتفرج من الشباك على الحرامية وهو فرحان إن اتقبض عليهم أخيرا وبيرجع يعمل أكل نفسه بحضر زينة الكريسمس ويتاني يوم الصبحة بيقوم من نمو هو فاكر إن مامته رجعت مس بيلاقي البيت فاضي وبيقعد ماسك صورة عيلته فجأة بتدخل مامته من الباب تنده عليه فبتلاقي جهز البيت بزينة الكريسمس وأول ما بتشوفه بتتأسف له إنها نسيته فبيجري عليها وبيحضنها وفجأة بيلاقي كل العيلة دخلت مرة واحدة وبيحضنوه وبيستغربوا لما يعرفوا إن هو راح السوبر ماركت لوحده وجاب لهم كل الأكل اللي بيحبوه وروأ البيت وحضروا علشان يحتفلوا كلهم سوا بالكريسمس وبيبص كيفل من الشباب بيلاقي جاره العجوز بيحضن ابنه وحفيته وبيبص له بكل امتنان وبيشاور له بإيده وبتنتهي الحكاية الفيديو ده كتبته وسجلته أمل عقيل ومنتجه رمي سمير وما تنسوش تعملوا فلو لصفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا ملخصات الأفلام الدرامية بصوت محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني وفلوا لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا ملخصات الكوميدية وفلوا لصفحة هكونها مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الكارتون والأنمي سليم